السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة اتمنى تكونوا بألف خير اليوم سوف نرى جوج وصفات الحمص سوف نبدل شوية الشرمولة المغربية السلام عليكم سوف نجد المقادير المكتوبين في صندوق الوصف في الانجليزية والعربية اول حماس يكون مسلوق اما انا هنا استعملت 400 جرام سوف نضيف فتحان نضيف معلقة الطاحينة او اكثر هنا عندي شوية طاحينة مجهدة و معلقة كبار الزيت زيتون و من بعد نضيف ثومة واحدة محكوكة و معلقة كبيرة العسير الحامض نضيف نضيف مرحة ثم نضيف ملحة و نضيف نضيف ملحة من الحامض اضفت لهم و نضيف من المحرش من المحرش نضيف من المحرش و نضيف من المحرش من المحرش من المحرش من المحرش و نضيف حسب نضيف من المحرش و نضيف نضيف ملحة و نضيف اضفت لها زيت الزيتون و مدنوس و مدنوس و حار اضفت للمقادير الحمص اضفت لها معلقة زيت الزيتون و ثلاثة معلقة صغيرة و ثلاثة معلقة صغيرة تماثم المعلبة نحرق لان المقادير قليلة و نضيف نصف معلقة البابريكا نضيف الملح و البزار و الفلفل أسود و تقريبا نصف معلقة الكامون يعني نرشمو لكل واحد طريقته كيفش يديرها و نزيد وحد شي شوية ديال عصر الحامض و نخليوها شي شوية طيب و نحيدوها من العافية و نضيفها في طبق التقديم و نحاول نضيفها كما تشاهدون و نضيفها من الجنب و نضيفها في السنوبر و نضيفها من فوق أتمنى أن هذه الوصفات يكونوا سهلين و تجربوهم فعلا كي يجيبنان و صحيين و ما تنسوش تبرتجيوا الفيديو مع الأصدقاء و الأحباب ديالكم باش تعمل الفائدة نطلقوا إن شاء الله في فيديو جديد و وصفة جديدة دمتم في أمان الله و إلى اللقاء